وصلنا للنمط الأخير من الدراسات الرصدية أو Observational Studies اللي هو نمط الدراسات الإيكولوجيكال، دراسات البيئية بهذا النمط من الدراسات، ندرس المجتمعات عموماً ونربط انتشار مرض محدد أو أمراض معينة بمجتمعات معينة بعادات هذا المجتمع أو بنظام الصحي أو بنظام الغذائي مثلاً، بنظام التعرض للشمس وهذه الأمور تربط المجتمع عموماً مع خواص محددة مثاله مثلاً السؤالي اللي هلأ مطروح ربما أو في أحد الزملاء سألوا أنه هل فعلاً يقي لقاح البيسي جي من اللقاح السل يقي من الكورونا الدراسة اللي مذكورة انتشرت بشهر مارش أظن بهذاك الوقت كان كورونا ضرب، ضربته بالعالم الغربي بأوروبا وبأمريكا في حينه ما كان منتشر بالبرازيل الوقتا ولا بالشرق الأوسط فقارنوا المجتمعات ليش هدول ما عم بيصير عندهم كورونا فلأوا أنه مثلاً ما بيلقحوا البيسي جي بيعملوا لقاح السل بالطفولة بينما بالغرب ما بيعملوا هذا اللقاح في دراسات فيزيولوجية بتقول أنه لقاح البيسي جي بنشط المناعة فربطوا الموضوعين ببعضهم وقالوا أنه ممكن في تفسير فيزيولوجي وبالتالي يبدو أنه لقاح البيسي جي يقي من الكورونا الدراسة هي ما انتشرت للعلم أنا بحثت عنها من يومين ثلاثة لقيتها بعدها بمسودة ويبدو أنه الباحثين بعد ما مرأت الأيام وانتشر المرض بهي البلدان اللي كانت لا أخذ اللقاح انتقلت الفرضية أصلاً من أصلها ببساطة كان الـ confounding factor أنه هاي البلدان ما كان وصل المرض فيها للذروة وبعدين وصل للذروة وربما تجاوز العالم الغربي فالنظرية كلها من أصلها هذا الترابط غير موجود أو غير صحيح هاي هي مشكلة الدراسات الإيكولوجيكال الصديق الـ confounding factor فيها عالية جداً جداً مهما حاولنا بتم بيطلع النشارات ما نحاسبينها صراحة من الأمثلة كتير مثلاً طبعاً إلى فائدة ما أني ما إلها فائدة علاقة مثلاً السرطان ببلد معين البلدان الغربية مثلاً سرطان الكورون أعلى فيها بسبب حميتها ربما قدروا يعملوا هذا الرابط مثلاً العلاقة بين الحمية المتوسطية والوقاية من الأمراض القلبية البعائية ربما هاي كلها دراسات إيكولوجيكال هاي شو بتفيدني أنا كطبيب عيادة حقيقة لا تقدم ولا تؤخر لإلي كطبيب عيادة عم عالج مرضاي ممكن أنا مريضي اللي هو جائل عني مريض قلب مثلاً يقول لي يا دكتور شو بدي أكل فأنا بذكر له والله في دراسات نعملت عم تقول عن الحمية المتوسطية أنه بتفيد بالوقاية وبالتحسين الأعراض لمرضى القلب مثلاً طيب لو سألني كم أخد يعني كم علاقة زيت أشرب كم علاقة زيت أشرب باليوم أو آكل باليوم ما في جواب قاطع لهذه الشغلات فقط حمية متوسطية وسواء فادته أو ما فادته لمريضك ما بتقدر تضبطها لهذا الموضوع أبداً هي مشكلة اللي هاتولي الدراسات لما بصير بدنا نطبق الشيء اللي موجود على المجتمع نطبقه على الفرد الواحد هي اسمها مغالطة المغالطة البيئية إيكولوجيكال فالسي أنه مو كلمة لناها أنه نحن مثلاً خلينا نقول البلدان المتوسطية أو الحمية المتوسطية تقلل الأمراض القلبية البيعائية مو معناتك الواحد أكل حمية متوسطية على مدى سنة أو سنتين أو ثلاثة حين ينقص عنده العامل القلبية البيعائية ربما يكون في عوامل تاني عنده تخلي التأثير الإيجابي لهذه الحمية أصلاً ما لهم موجود ما يتعاكسهم فعملياً هذه الدراسات بتفيدني لفهم الأمراض فهم طبيعة الأمراض بتفيدني بإني أعطي نصائح عامة ممكن تكون مفيدة هذه النصائحة غير مفيدة صراحة مثلاً مثل ما لنا نحميهم البيعائية السك التأليل الكبتة كثير للألياف للتأليم من سرطان الكولون بس لا ما فينا تضمن لمريض عم يأخذ ألياف طول عمره إنه ما يصير عنده سرطان كولون ما فينا تضمنها للعلم دراسة البي سي جي الكوروناترا ما منشورها هي الدراسة على العلم ما نمنشورها مسودة فقط بس حالياً فيه دراستين عشوائية تدول الار سي تي اللي هي سيدة الدراسات قائمات حالياً واحدة بهولندا والتانية ما نفاكر ربما بأستراليا عم يعملوا ار سي تي عم يطبقوا لقاح البي سي جي على العاملين بقطاع الصحي وربما خلال سنة حتطلع النتائج ويشوفوا فعلاً بميزان البحث العلمي بالدراسات الدقيقة على مستوى الافراد هل سيقي البي سي جي فعلاً من الكورونا او لا يقي من الكورونا بس مرة تانية الجلسة هنا كلام يعني ايكولوجيكال ستاديز هذه الدراسات مثل ما ما بتفيدني انا كأطبقها على مريض محدد بتفيد للنصائح العامة بتفيد لفهم طبيعة الامراض طبعاً ممتا انه ما أنا مهمة ابداً نتذكر اول دراسة او اهم دراسة ربما دائماً نذكر بالمحاضرات ما هي دراسات البيئية هي دراسة اللي انتشرت او اللي تم كشف فيها سبب الانتشار الكورونا ببريطانيا او بلندن عام 1850 تقريباً وقت ما كان فيه معروف لا العامل الجراثيم ولا ما في عندهم مع النظرية الجراثومية كلها ما معروفة اصلاً بس لاحظ احد الباحثين او احد الاطباء انه مرض لما شاف التوزع الجورافي للكورونا الكوليرا انه منتشرة بهذا الحي اكتر او بهذا الشارع اكتر من الشوارع الثاني بهذا الشارع لاحظوا انه فيه حنفية او صنبور مي الناس بتشرب منه فببساطة راح سكره فنقصت الحالات ونعدمت بهذا المكان هذا مثال لدراسات الايكولوجيكال بتفيد الباحثين كطبيب انا بعياتي بتسلف فيهم احياناً بس ما بقدر مرة تانية لا انقذهم ولا طبؤهم على مرضاي السلام عليكم